بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي في هذا الفيديو اللي حنستكمل فيه موضوع وبدأنا حوالين العوامل المؤثرة في قيمة أو حجم معامل الارتباط أوضحنا في الفيديو الأول مجموعة عوامل وقلنا أنه يبقى فيه عندنا ستة عوامل ثم بدأنا في الفيديو الأول بعاملين ثم الفيديو السابق كلمنا فيه على عامل رقم ثلاثة الفيديو ده حنتكلم عن عامل رقم أربعة من العامل اللي بتأثر فيه قيمة معامل الارتباط وهذا العامل بيتعلق بالقيم المتطرفة أو ما يسمى الأوتلايرز قيم الشازر زي ما تحب تترجمها الأوتلايرز من الحاجات اللي بتأثر في قيمة معامل الارتباط وممكن تأثر ليس في الحجمة فقط ولكن قد تؤثر فيه نوع العلاقة يعني ممكن العلاقة تنقلب من علاقة طردية يعني موجبة إلى علاقة عكسية سالبة نتيجة وجود الأوتلايرز طبعا إيه هو الأوتلايرز وإيه أسبابه وكيف يمكن التعامل معاه وإزاي نوضح بمثال تطبيقي باستخدام برنامج الاس بي اس اس تأثير الأوتلايرز على حجم معامل الارتباط ده حيكون موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة معكم أستاذ الدكتور محمد حمش حسين أستاذ الإحصاء والكاس النفسي والترباء بكلية تربية جمعة اسكندرية دايما بقولك عجبك الفيديو عمله لايك تعرف حد يستفيد بيعمله شير في جميع الأحوال إلا تنسى تعمل سبسكرايب تعال نبص مع بعض إحنا نفكر برضو حضراتكم هدف لقاءنا ده إيه الكشف عن تأثير وجود قيم متطرفة قيمة واحدة طبعا أو أكتر على حجم معامل الارتباط الصناعي البسيط طبعا من أكد على إن إحنا الفيديو ده والفيديو السابق والفيديو رقم واحد التلاتة مرتبطين بمعامل الارتباط بيرسون كوروليشن لأن في حالة الارتباط زي سبيرمان مثلا تأثير الأوتليرز بيبقى ضعيف جدا يعني بقى أقل يعني ما بيأثرش أحيانا زي بالظبط لما بنتعامل مع المتوسط والوسيط معروف إن المتوسط بيتأثر أو بالقام المتطرفة بينما الوسيط لا طبعا بردو الناس اللي عارف الأحصار البسيطة دي فهم الكلام اللي أنا بقوله ده كويس ولذلك لو أنا عندي لو أنا استخدمت معامل الارتباط الرتب ونحن نشوف الكلام ده هوت فمعامل الارتباط الرتب بيتأثرش أو تأثيره طفيف جدا ليه لأنه بيحول الدرجات إلى رانك إلى الرتب فإذا كانت القيمة الكبيرة مثلا بمية أو بألف في جميع الأحوال هتأخذ مكان معين اللي هو مثلا المكان الأول مثلا فما بتفرقش قيمة الأوتلارز بكام عشان كده الكاندلتا وسبيرمان بيبقوا يعني متأثروش بالقيمة المتطرفة لكن احنا بنتكلم على بيرسون كوروليشن اللي هو اللي بيتطلب بالنورماليتي بتطلب أن القيم تبقى تأخذ شكل تون انتيرفالز أو ريشيو سكيل يعني مقرس الرسبة أو مقرس الاسمي ده المتطلب ده اللي احنا بنتكلم عليه طيب إزاي إيه هو قيمة المتطرفة أفكر حضراتكم برضو مرة تانية أو تالتة دي المقالة اللي احنا بنتكلم عليها في مقالات جميلة جدا جدا نتمنى يكون فيه وقت ونتكلم على مقالات أخرى حوالين يعني حديثا لسه قريبا يعني رغم من مقالة قديمة إلا أنها مقالة جميلة جدا حوالين المفاهيم الخاطئة اللي موجودة في القياس فاحنا نتكلم برضو مش هزين نخرج من موضوع الموضوع دي المقالة اللي انا بكلم حضراتكم فيها وأوضحته دي العوامل الستة اللي احنا تكلمنا عليها أو تكلمنا على ثلاثة منها تكلمنا عن مقدار التباين في كلا المتغيرين والفروق في توزيع كلا المتغيرين وتكلمنا على عدم تحقق الاعتدالية والآن هنتكلم على القيم المتطرفة أخطاء القياس وخصائص العينة هتكون الفيديو الأخير إن شاء الله لكن خلينا هنتكلم على القيم القيم المتطرفة القيم المتطرفة هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض النهار أكيد هنبدأ نقول يعني ايه قيمة متطرفة أكيد طبعا هنبدأ بمفهوم القيمة المتطرفة علشان نتفع عليه ونتكلم برضو على مصادره القيمة متطرفة عبره عن درجة أو حالة بتكون منخفضة أو مرتفعة بصورة كبيرة مما يجعلها مبتعدة عن بقية القيم أو الدرجات يعني قيمة قد تكون مرتفعة أو قد تكون منخفضة أوي إلا أنها ده بيخليها مبتعدة عن بقية القيم والدرجات خلينا برضو نقول إن التحريف ده ما هو دقيق أوي يعني بمعنى إن قد تكون القيمة ماش يعني عالية أوي ولا كبيرة أوي مع نزاجة ممكن تعتبر قيمة متطرفة لكن القادية الأساسية إنها مبتعدة عن بقية القيم أو الدرجات دي حقيقة القيمة المتطرفة وذلك البعض ميجي عرفها بسمية الأوتلايرز أو بسمية الأنيجوال بوينت أو الأنيجوال فاليو القيم غير معتادة أو غير المألوفة أو القيم اللي هي يعني غير معتادة يعني مبتعدة عن الجماعة اللي هي موجودة فيها أو بتنتميه فبالتالي وحنا مثلا حبينا نقول طب بيأة أسباب القيمة المتطرفة ممكن نجملها في مجموعة من الأسباب أولا أخطاء جمع في البيانات وأنا بجمع البيانات في أخطاء في أثناء الجمع نفسه في أثناء الجمع يعني واحد سنواحد بيجمع بيانات وبعدين والشخص هو بيعمل مثلا نقل أو كتب كلمة خطأ أو أخطاء في الإدخال ودي مهمة جدا جدا لذلك احنا دايما بنقول إن الواحد لما بيدخل البيانات في برنامج زي الإكسل أو في البرنامج زي الاس بي اس اس أو أي برنامج أو في أي ملف مهم جدا يحرط دقة ويراجع بياناته جواس جدا لأنه ممكن الواحد مثلا بيكتب 3 كتبها 33 أو كتبها 33 يعني أتخطاء الإدخال بتبقى عملية ولذلك الـ data entry ده يعتبر science وعلمه في ناس بيبقى متخصصة لأن أحيانا الناس بيمل لنفسهم بيأثر بالملأ أو قيم حقيقية أو صحيحة إلا أنها غير معادية يعني إيه مثلا يعني قد أكون مثلا بتعمل مع عندي طلبة في مجرسة وبشوف أطوالهم فيهم طالب طويل جدا ده موجود ده شخصي موجود وحقيقي إلا أنه فيما غير حاجة غير عادية يعني حاجة غير عادية ممكن كان فيه برضو كتاب بيتكلم على إن واحد كان بيشوف مثلا أطوال الأظافر وبعدين لقى أن في واحد مثلا مربي أو واحدة سيدة مربي أظافرها أو أظافرها كبيرة جدا قد يكون مثلا بتعمل مع الطلبة تلاقي واحد عبقري يعني زكاء غير عادي موجود داخل الفصل وقت الطلبة كلهم متوسطين يعني أو بتكلم على الوزن فتلاقي شخص مثلا نحيف جدا أو شخص بدين جدا فهو ده بيعتبر ده شخص مفاش خطأ في الإدخال لكنه التدمين غير المقصود لملاحظة من مجتمع لمجتمع آخر يعني وأنا بأخذ حاجة مفوضة من الفيميلز حطيتها لشخص حطيته بالخطأ في مجموعة الميلز فبالتالي أصبح القيمة يعني وانا بدخل نوع الجندر بتاعته كان دخلت بالخطأ أو بتراقي غير مقصودة يعني عدم فهم تعليمات الاستبيانة أو الاختبار بتقول تعليمات معينة والناس ما فهمتش التعليمات فعملت الحاجة بتركها خاطئة البنود مش واضحة العبارات مش واضحة السياغة بتاعتها بتفهم بتفهمت بتراقي خطأ فتكتب كلام خاطئ يعني كل دي طبعا مصادر من مصادر أخطاء اللي ممكن تؤدي إلى ظهور قيم متطرفة ممكن تظهر قيم متطرفة عشان كده برضو إعداد الأدوات وإعداد الاستبيانات وكتابة التعليمات بالحاجات دي من الأشياء التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتعمل بدقة إزاي أكشف عن القيم المتطرفة أكشف عنها إزاي إذا كنا احنا بنتكلم في سياق اللي عادة لما تقول القيم المتطرفة تجد الناس مثلا تكلم عن الدرجات المعيارية وإن احنا نشوف الدرجة المعيارية لفوق ثلاثة وتعتبر قيم متطرفة ده أنا وانا كنت بتكلم على مستوى اليونيفيريت على المستوى الدرجات اللي هي إيه أحدية المتغيرات أو كنت تكلم على البوكس بلوت البوكس بلوت برضو بيجيب لك وفي الاس بي اس اس بيرسم لك البوكس بلوت ويقول لك مثلا القيم اللي موجودة متطرفة في المتغير ده وإيه القيم المتطرفة في المتغير في حالة الكوروليشن بصورة خاصة بيبقى مهم جدا ان احنا نرسم السكاتر بلوت السكاتر بلوت بيبقى يعني أمره جميل جدا وواضح جدا وبيوضح أمور جدا يمكننا حقولنا البوكس بلوت لكن في حاجة في نوع من الرسم اسمه البايفريت بيكس بلوت ده مش موجود للأسف في الاس بي اس اس ده موجود برنامج زي الار مثلا في حاجة اسمه البايفريت بوكس بلوت بيعتبر عن بوكس بلوت بس سناء الأبعاد ما هوش المتغير واحد للمتغيرين مع بعض لكنه مش موجود في الاس بي اس اس في الاس بي اس اس ممكن نعمل السكاتر بلوت شكل الانتشار بيسهل علي قوي معرفة القيم المتطرفة من مجرد أن أنا أفحص الرسمة زي الرسمة اللي حضراتكم شايفينها دي يعني الرسمة اللي قدامنا دي تعتبر مثال على اللي احنا ممكن نعتبره مثال على القيم المتطرفة ده تعتبر قيم المتطرفة لأن الجزء اللي هنا ده يعني يعتبر الجزء اللي هنا ده زي ما هتكون شايفين يعني واخد مجال معين واخد حتة معينة مستقلة بنفسها أهو الجزء ده قيم كلها هنا هوت أوكي لكن وجود قيمة زي دي بيخلي قيمة زي دي كده بتخلي أن ممكن يأثر تأثير وجهة حاسم معامل انحضار أو معادلة انحضارية أو حاجة رسم خطي مثل الكلام ده مش حرسمه كده يعني وجود النقص دي ممكن يخلي الرسم المنحنة يعني ياخذ شكل علاقة برغم أن العلاقة هنا واضح جدا أنها علاقة عكسية إلا أن وجود القيمة دي ممكن تخلي أن المنحنة يعني يتجه كده ويعملها علاقة مجابة بالرغم أن زي ما حدوكم شايفين العلاقة واضح جدا أنها علاقة سلبية فدي اعتبر أوتلايرز ليه لأن هنا دي مجموعة المجموعة الأشخاص هم موجودين في الأريا دي كده بينما دي موجودة في منطقة بعيدة عنهم تماما بهذا البعد فده بيين أنها قيمة أوتلايرز أحيانا بيبقى لو أنت احنا استخدمنا مثلا البوكس بلوت البوكس بلوت هنبصي أن نلاقي القيمة دي على مستوى الأكس متطرفة لكن قد تكون على مستوى الواي مش متطرفة يعني مش متطرفة أوي فالبوكس بلوت على مستوى الفردي ممكن يعني يعطي قيمة يعني يدينا مؤشر لكن لو احنا لو افترضنا مثلا أن النقطة موجودة هنا هوت كده في الجزء ده كده النقطة دي موجودة هنا هوت كده هل النقطة دي هتعتبر لو احنا عملنا البوكس بلوت لو احنا حابنا نبص على الـ X الـ X بتبدأ من هنا لغاية آخر قيمة ممكن القيمة دي قيمة دي يعني بس دي خارج شوية بس لو احنا اتكلمنا على الـ confidence interval ممكن لو اتكلمنا على الـ Y فممكن نلاقي القيم الـ Y من هنا ل هنا فإذن القيمة مش هتظهرها البوكس بلوت لكن هتظهرها الـ scatter plot بيزهر الكلام ده كويس جدا إذن طبعا لو كان عندنا بنتكلم وذلك في الـ Regression مثلا يتكلموا على الـ Leverage اللي هو بيعتبر القيم المتطرفة بنسبة لـ X يتكلم على COXON D عشان يجيب حاجة بنوصل والـ Y وحاجات زي كده في المالتي فاريات برضه عندنا المهلونوبس ديستانس مهلونوبس ديستانس بيجيب المسافة ما بين كل نقطة فنقطة دي ممكن حيبواضح جدا أنها متطرفة في جمال الأحوال طيب أنا أعرفت القيمة بتاعتي متطرفة ولا أتعامل معاها إزاي دي السؤال اللي بقى مهم جدا اللي إحنا تأثير القيمة المتطرفة كيف تؤثر القيمة المتطرفة على المجتمع الأمر يتوقف على حجم معامل الارتباط وعلى حجم العينة يعني إذا كان حجم معامل الارتباط كبير والعينة صغيرة ففي الحالات دي تأثير معامل الارتباط تأثير القامة المتطرفة بيبقى كبير مرة تانية إذا كان حجم معامل الرطبات في المجتمع اللي أنا بحاول أوصل له يعني كبير وحجم العينة صغير فبيبقى تأثير القامة المتطرفة قوي بينما إذا كانت العلاقة ما بين يعني العلاقة أو معامل الرطبات صغير وحجم العينة صغير فبيبقى تأثيره طبعا طفيف كل ما بيكون حجم العينة كبير كل ما بيكون تأثير القامة المتطرفة أقل يجب أن نأخذها قاعدة كل ما بيكون حجم العينة كبير كل ما بيكون تأثير القيمة المتطرفة على قيمة معامل الرطبات بيبقى إيه؟ بيبقى أقل لكن لو كان مثلا ما فيش علاقة وحجم العينة صغيرة بيبقى تأثير القيمة المتطرفة بيبقى إلى حد ما ضعيفة لكن القاعدة الأساسية دائما بنأكد على فكرة كل ما كان حجم العينة كبير كل ما بيكون تأثير القيمة المتطرفة بيبقى أقل إحنا عرفنا القيمة المتطرفة وزي ما قلت في بداية الفيديو ممكن تعكس قيمة معامل الارتباط أتعامل معها إزاي؟ في البداية لازم نتحقق قال القيمة المتطرفة دي أخطاء إدخال أخطاء في الإدخال يعني أنا بدخل وزيك لازم أتحقق من الجزء دي ولا أخطاء في جمع البيانات إذا كانت أخطاء إدخالي بقى تصحح أخطاء الإدخال عشان كده لما احنا كنا عملنا فيديو وقلنا لازم أن كل واحد فينا يعني يكون عنده يعمل تكويد أو يعمل لكل استمارة عنده يحط عليها رقم والرقم ده لازم يكون موجود فيه في الإدخال علشان لو اكتشفت أن فيه قيمة يعني قيمة أنت شاكك فيها أو قيمة تقدر ترجع للإستمارة دي عشان تعرف تولي يا ترى دي أخطاء إدخال واللي دي بتعبر عن حالة حقيقية طبعا في أساليب في مقاييس التقرير الذاتي أو السيلفي ريبورت كلها طبعا لو بعض الناس بتبقى عندها يعني مبالغة كده في إعطاء الإجابات فممكن تجد له قيمة متطرفة كتير يبقى الأول حاجة لازم تتحقق هل القيمة المتطرفة دي إخطاء في الإدخال إخطاء في جامعة البيانات ولا هي دي أخطاء بتعبر عن حالة فعلية إذا كانت يعني مش أخطاء إدخال ومش أنت مش عارف تفسر وجودها إيه سبب وإيه يبقى متحزفش متحزفهاش يبقى لا تحزف لو كانتش أخطاء إدخال ومش قادر تعرف ولا هي أخطاء جامعة مش هي أخطاء إدخال لو أخطاء إدخالت صحة أخطاء جامعة بناتو صحة لو قادرت تعرف سببها إيه ممكن تحزفها لكن لو ما عرفتش في الحالة دي متحزفهاش لا تحزف لأن بعض الناس عندها فكرة إن قيمة متطرفة لازم تحزف الحاجة التانية الحاجة التانية إذا كان هناك سبب منطقلي زي ما بقولك إن طالب عندك فصل عبقري طالب عبقري تمام طالب وزنه زئد جدا بس موجود جوه الفصل طالب مش عارف هنحيف جدا لكنه موجود جوه الفصل تمام فده مش أخطاء في الإدخال دي حالة فعلية هل أحزفها لا يجب حسفها وما لأعمل إيه مؤظم الكتب يعني بتأكد على فكرة تحلل البيانات بوجود وعدم موجود القيمة المتطرفة يعني نعمل التحليل بحالة وجود وحالة عدم موجودها وشوف القيمة المتطرفة كانت تأثيرها قد إيه إذا كانت تأثيرها كبير بس خلي بالك إذا كانت القيمة المتطرفة تعبر عن حالة حقيقية يعني زي ما قلت مثلا أنت بتسأل عن الدخل وبالصدفة أنت في مدرسة عادية لكن أحد الأولاد ووالده برغم أنه حالته المادية جميلة جدا ورائع جدا إلا أنه مدقى لابنه مدرسة مثلا حكومية بخل ما نعرفش أي مقلنة السبب بس هذا الطالب مش كذاب مثلا مش أخطأ في الجامع مش هو بقول لك مثلا والدي بياخد كده والحاجة مش حقيقية لا دي أدخل ما تحذفش ما لأ أعمل إيه تحلل البيانات تحسب مرة عم عامل الارتباط في حالة وجود الشخص ده وفي حالة عدم وجوده إذا كان ما فيش فرق إذا كان ما فيش فرق خلاص بي تستكمل البيانات إذا كان في فرق كبير فتذكر ويقول والله أدي في حالة وجود الأوتلارز وفي حالة عدم وجودها لكن لا تحظى في الحالة لمجرد أنها مش على هوانا أو لأنها بتغيل لنا في النتائج أو لأنها يعني زينا بنشوف يعني في بعض الناس هم بتتعامل مع أي حلي حصائي فقيم متطرفة إلغيها لا هذا الكلام غير منطقي لأنها طبعا هتلع بطل النتائج ومش عقفة فهذا الكلام غير علمي لا تحذف حالة لمجرد إنها غير متطفقة مع فرودك ده لو كان موجود حيطلع لي فروق والمفروض ما يكونش فيه فروق يبقى استبعده يعني الكلام ده غير علمي وغير منطقي يبقى القيمة المتطرفة يعني أحيانا بيتطلب مننا طبعا إن إحنا نتعايش أو ننعيش مع القيمة المتطرفة لازم نتعامل معاها لبما تمثل حدث قليل لاحتمال زي ما قلت لك إن أنا مثلا طالب مثلا من أسرة لكنه موجود فممكن أقول لك طب دي حاجة لو أنا قررت البحث مش هيطلع تاني آه فهذه الحالة بتيجي أهمية إن الناس تعمل دراسات أخرى عشان نتأكد من الحالة دي يعني هي فعلا حاجة طريقة ولا دي بدأت حاجة تكون ظاهرة في ناس طبعا بتستفيد جدا من القيمة المتطرفة لأن القيمة المتطرفة دي فحد ذاتها بتخلينا نكتشف أشياء كثيرة جدا وبعض الحالات أو بعض النظريات قد تكتشف من هذه القيمة المتطرفة في واحد طبعا أو فيه اتنين ألتريتش أو ألتش ألريتش وميلر سنة 94 قدموا يعني عملوا مالية مسح كده البحوث ووجده من الباحثين يعني في أكتر من 17 طريقة نتعامل فيها مع القيمة المتطرفة 17 طريقة ده بحث عاملوا اتنين عاملينه اتنين سنة 94 بيكلم على طبعا من ضمنها الحسف ومن ضمنها طبعا leave one out حاجة اسمية leave one out يعني تطلع حد واحد برا وتشوف النتيجة وتشوف إيه اللي بيحصل كنتيجة وجود الأفراد طيب احنا في المثال التطبيق اللي عايزين نشوفه مع بعض هو إن احنا هنيجي على المتغيرين بتوعنا اللي هما x y 1 اللي احنا كنا بدقين معهم الداتا اللي احنا بدقين معهم من الأول ونشوف يا ترى لو احنا عدلنا في قيم بتاعتهم هنوصل لي هنروح الأول على برنامج الSPSS تمام وبرنامج الSPSS احنا افكر حضراتكم بسنا احنا لو حسبنا معامل الارتباط بين يعني ما بين x و y 1 تمام وشوفنا معامل الارتباط كانت تابعا 83 من 100 خلينا نفتكر مع بعض قيمة معامل الارتباط كانت بك احنا طبعا رحنا عند analyze ومن analyze نزلنا كده لغاية لما نحن عند كوروليت والكوروليت قلنا له pivot ومن pivot دخلنا الX وY1 تمام الX وY1 لو حبنا نحن يعني نشوف الجزء دهوت او نشوف كمية معامل الارتباط بكام كل اللي احنا دخلنا الX ودخلنا الY1 وقلنا له كده اوكي فصل علينا زي ما حضراتكم شايفين قيمة معامل الارتباط طلع ب83 من 1000 83 من 1000 اوه 80 من 100 طبعا 8 من 10 تقريبا طبعا لو احنا وفقا للPapers اللي احنا بدأنا بها قال تعال نغير قيمتين بالعدد قيمتين بالعدد اروح هنا هضيف قيمة هنا هدخل هنا 9 تقريبا تقريبا وحضر وحضر 10 يبقى انا اضفت قيمة واحدة تمام وخلينا برضو ان احنا قبل ما نضيفها هرجع تاني هنا اعمل لها clear بعد ازنوكم اعمل لها في edit كده clear clear الحالة دي وهعمل scatter plot عشان نشوف العلاقة بين x و y شكلها عمل ازاي وبعضين نبقى نحط القيمة المتطرفة ده عشان نشوف بس فقنا هنا هود هروح عند ال graphs وروح هنا عند وروح على scatter plot وقل له وريني كده scatter plot وهاتلي هنا x عند x axis وال y عند y axis وقل لي كده وريني شكل العلاقة بينهم ما عمل ازاي زي ما انتو شايفين ادي شكل العلاقة اه يعني اه معامل ارتباط اللي احنا قلنا عليه تمانية من عشرة ممكن يكون الخط المستقيم بهذا الشكل الخط المستقيم بتاعنا بهذا الشكل طيب لو انا اضفت بقى رجعت هنا لل data مرة تانية ارجع هنا لل data مرة تانية وحدخل حالة رقم 31 احط في ال x9 وهنا في ال y10 طبعا انت خليوك فاكر حضراتكم ان انا كانت عندي القيم كلها من واحد لستة حتى ستة كانت قيم صغيرة طيب التسعة والعشرة دولت قيم متطرفة قيم متطرفة كأثيرهم ازاي على البوكس بلوت على السكاتر بلوت هرجع تاني هنا عند الشاد بلدر وقوله اعيد لي الرسمة مرة تانية بعد ما انا اضفت الحالة دية اعبس ان لقى حضراتكم ظهرت حالة جديدة هنا هوت اهي داية لو احنا احبنا بس نحط لكم عليها دايرة اللي هي القيمة دي واضح طبعا ان القيم كلها القيم كلها محصورة هنا هوت كده في الجزء دا كده محصورة في الجزء دا ودي قيمة لوحدها خالص في هذا المكان لكن اللي تلاحظوها حضراتكم انها في نفس التوجه يعني العلاقة هنا مجابة هي موجودة في نفس الايه في نفس الاريا ولذلك اولا برضو عدد النقاط هنا عددها الى حد ما محدود فتأثيرها خالينا يقصر معامل الارتباط اكيد لكنها اعتظال العلاقة ايه مجابة لكن حيزود ولا حيناقص خلينا نشوف مع بعض ده حيزود ولا حيناقص هنرجع مرة تانية ونروح عند كوروليت كوروليت بايفرت وقلوا والله هم قيمتين دولار خليني بس اشيل الاسخط دا وقلوا كده اوكي طبعا معامل الارتباط زي ما حددكم شايفين اصبح بيساوي 91 من 100 91 من 100 زادت قيمة معامل الارتباط لو احنا بقى كنا حطينا القيمة بدل ما حطيناها هنا حطيناها مثلا في النقطة ينهوت كده في الجزء يعني جبنا النقطة دي نهو كده يعني حطينا تقريبا الـ X بسفر والـ Y بعشرة قيمة طبعا متطرفة لكن هنا كانت متطرفة على الجانبين ده ممكن حيبقى تأثيرا قضي ممكن تلغبة العلاقة خالص يعني لغبة العلاقة خالص وازاك تعال نجرب كده نروح هنا هو عند الـ Data بتاعتنا وبدأ الـ 9 و 10 عم حطها وليكن مثلا سفر أو 11 باش سفر 11 11 تمام برضو حرسم اروح اعمل Pivot Correlation وأشوف قيمة معامل الارتباط طلع بكام شايفين قيمة معامل الارتباط انخفضت بقيت بكام القيمة بقت بـ 2 من 10 يعني 9 من 10 ده أنا ايه ده مجرد رقم واحد من 30 رقم يعني حجم العين عندي 30 وده اللي احنا قلناه برضو ان شوف لما يكون حجم المعامل الارتباط كبير 83 من 100 فتأثير القيمة المتطرفة بأجديد قوي ممكن يزود زي ما حتىكم شايفين وممكن يخفض بهذا بهذا الشكل طبعا خلي بالكو برضو في الاس بي اس اس انا ممكن ان انا اروح عندي انالايز ومن انالايز اروح على ديسكريبتيف ومن ديسكريبتيف اروح لأكسبلور وممكن زي ما احطت الاكس والواي كده مثلا دولت اروح على حاجة اسمها استاتيستيكس واحط علامة على الاوتلايرز حاجة اسمها هنا اوتلايرز وعندي هنا خمسة عشرين confidence interval فقوله كده اوكي هيجيب لي قيم المتطرفة يعني هنا بينزل تحت هنا بيقول لي انت عندك يعني في عندك اعلى خمس قيم اهم على الاكس واقل خمس قيم على الاكس اهم واعلى خمس قيم على الاكس اهم واقل خمس قيم على الاكس اهم واقل خمس قيم تمام اكتر من كده كمان بيديني لو انا نزلت كده نزلت كده تحت عند الجزء اللي هنا فهبصة لاقي ادي هنا مثلا قيمة تعتبر اوتلاير قيمة دي اوتلاير واللي هي طبعا القيمة اللي احنا اضفناها اللي هي بتعبر وهنا قيمة 31 اهي برضو هنا قيمة دي يعني هي حظاهل ما كانتش اوتلاير خالص يعني اللي هي كانت 6 و 5 دي قيمة اللي هي الاولانية لو نزلنا تحت حنلاقي طبعا على مستوى الواي برضو في قيم متطرفة اخرى قيم متطرفة لكن هذه القيم هذه القيم لم تظهر لم تظهر على الاسكاتر بلوت طبعا دي احنا عملينها واضحة جدا اللي هي القيمة 31 لكن القيمة رقم 28 والقيمة رقم 3 يعني قيم ليست على الاسكاتر بلوت ليست تعتبر اوتلاير خالص عشان كده بقول ان على مستوى اليونيفاريت ما بيبقاش نفس الامر على مستوى البيفاريت على المستوى السنائي يبقى خلينا نلخص احنا قلنا ايه في الفيديو ده قلنا الاوتلايرز عبارة عن قيم متطرفة بيكون لها تأثير على قيم معامل الارتباط بالزيادة والنقصان لكن حجم تأثيرها بيتوقف على حجم العينة وعلى قيمة معامل الارتباط اللي في الاصل كمتوب كم كل ما كان معامل الارتباط في الاصل كبير وحجم العينة الصغير في بيتأثير الاوتلايرز بيبقى شديد ازاي ان اكتشف الاوتلايرز فيه في الكوروليشن بنعمل السكتر طبعا طيب خليني بس ان انا في النهاية اوضح لعضراتكم انا قلت ان اسبرمن بيتأثرش قوي بالكلام ده انتو حضوكم فاكرين طبعا اضفت القيمة هنا اللي هي واحد وصفر فأنا لو رحت دلوقتي عند ال ورحت عند الكوروليت وخليت بالفايفرات بس حاطيت مثلا حاجة زي سبيرمن زي سبيرمن نقول له كده اوكي فهنبص كده مع بعض على دي بيرسون كوروليشن بيرسون كوروليشن بقى اتنين اربعة خمسة بينما سبيرمن ستة اربعة وستين من مية تأثير طبعا معامل رطباط في الاصل في معامل بيرسون تأثير شديد جدا بينما تأثير سبيرمن تأثير اقل وانا قلت برد تأثير اقل لليل ان سبيرمن يتعامل مع الرتب فمش هتفرق العنصر ده حيبقى رقم كام يعني لو خليته مية اعتقد يعني خليته بس رمية يعني كده حاجة دراميتيكية خالص يعني واعدت نفس الموضوع طبعا وقلت بايفرت وحاسبته زي ما هو كده شايفين ده اربعة وسبعين مية بينما ده تحول بقى سالب بيرسون بقى سالب قيمة سالبة خلييني بس اوضح قيمة سالبة بينما ده لم يتأثر نفس القيمة هي هي بتاعة العلاقة ما بين اكس واي زي مكانة موجودة لكن البرسون بعد ما كانت العلاقة مجابة طردية مجابة اصبح علاقة عكسية سالبة علاقة عكسية سالبة ده بسبب ان انا غيرت نقطة واحدة هذه النقطة لم تؤثر مع مين مع سبيرمان هذا التأثير لان سبيرمان كان زي ما انت شايفين 647 او 647 من الف لو انا طلعت فوق نفس القيمة هي فالليه الغي ما فعندها سبيرمان يعني روباست عنده روباست لكن بيرسون مش روباست برضو خلي بالكو دي ميزة وعيد بس مش عايزة اتكلم كتير في النقطة دي لانها ممكن تخلينا تلغبط التفكير شوية فخلينا بس نأكد على فكرة ان سبيرمان زي وزي المتوسط بينما بيرسون زي وزي المتوسط بينما سبيرمان زي الوسيط سبيرمان زي الوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة بينما بيرسون زي المتوسط بتأثر تعصر شديد جدا بالقيم المتطرفة لكن ما يمنعش ان المتوسط اضغك كتير جدا من الوسيط بصرف النظر عن التأثر وعدم التأثر يبقى اذا كانت قيم متطرفة اكشف ازاي طبعا ما فيش شك ان احسن طريقة وفقا الرسمة فحلاحظ ان في قيمة هنا هوت فرشور قيمة مش طبيعية انها تكون هنا هوت بينما بيت القيم يعني كلها في حتة في حتة واحدة طبعا شكل هنا الدنيا بازت خالص بالعلاقة التلف تماما فدي احسن طريقنا عرب بها اعمل ايه اتأكد انها ليست اخطاء ادخال ولا اخطاء جمع بيانات وانها بتعبر عن حالة حقيقية لكنها حالة غير منطقية او غير متدولة او غير متكررة متتكررش كتير عشان تحكم انها بتتكرر متتكررش دي تيجي اهمية ان واحد يعمل دراسة اخرى اعمل طب اذا تأكدت انها حاجة بتعبر عن حالة واقعية تعمل التحليل الاحصائي مرة بموجودها ومرة بعدم موجودها اذا كان الفرق كبير امانة العلمية انك تكتب الاثنين والقارئ هو اللي شوف القارئ اللي حيقرر البحث بتاعت هو اللي شوف ويقرر بس بعد ما تتأكد انها ليست اخطاء ادخال ولا انها اخطاء عمليات في جمع البيانات وانها تعبر عن حالة فعلية واقعية موجودة بالفعل جل ما قلت دخل مرتفع جدا او شخص طويل جدا وفي نفس الوقت مش عارف وزنه كام او شخص مثلا عبقاري جدا لكنه بالفعل ده موجود اتمنى يكون الفيديو عاجبك عاجب الفيديو وفيديو عمله لايك عارف حد يسفيد اعمل له شير في جميع الاحوال او اتنسى تعمل سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته